عديد من الدول بما فيها الدول الإقليمية دول الجوار والدول في إطار القارة الأفريقية وكذلك أدركت بعض الدول الأوروبية الفاعلة في إطار المجتمع الدولي أدركت الدور الجزائري بشكل خاص لأن الطروحات الجزائرية هي الطروحات الأقرب إلى إيجاد حل الأزمة الليبية وعندما نقول الأزمة الليبية نحن أمام أزمة مؤقتة هي أزمة الوصول إلى موعد الاستحقاق الانتخابي في انتخاب رئيس الدولة وبنفس الوقت انتخاب برلمان جديد جزائر تستطيع أن تلعب الدور الدبلوماسي مع مختلف الأطراف الأطراف المتنازعة تحديدا لأنه عندما نقول أنه لها علاقة جيدة مع جميع الأطراف المتنازعة تقف على مسافة واحدة هناك كذلك حتى نتحدث عن الحاضينات الحاضينات الدولية والإقليمية لهذه القوة السياسية المتنافرة والمتصارعة داخل الساحة الليبية فبإمكان الجزائر أن تفتح خطوط التواصل مع جميع الأطراف الدولية والأطراف الإقليمية الفاعلة في المشهد الليبي وتفرض الرؤية التي تؤمن المستقبل الليبي بنافس الوقت وتؤمن الوضع الأمنية التي تشتريطها دول الجوار الليبي وهذه بحث ذاتها تعتبر مسألة مهمة لأنه الأزمة الليبية لا تحل من الداخل فقط وإنما يجب أن لا تحل على حساب أمن واستقرار دول الجوار